متابعي قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وكل عام وحضراتكم بألف خير النهاردة هتكلم عن أداة جديدة شاهدها علم الذكاء الاصطناعي أنا شايفة أن هي أداة هتكون مميزة جداً وهذه الأداة مازالت حتى الآن موجودة في البيتا وموجودة بشكل مجاني ومن غير انتظار على الويت انجليست هذه الأداة تقدر أنها تنجز الأعمال على الانترنت بنيابة عنك تضغط تكتب تسجل دخول تحجز تتم طلبات أونلاين هذه الأداة هي أداة Runner H تقدر تعمل Automation لحاجات كتير باستخدام هذه الأداة هذه الأداة أعلنت عنها شركة H وشركة H أطلقت على فكرة ثلاث منتجات رئيسية منها نموذج لغوي بصري مفتوح المصدر وأيضاً تيستر H هو زكاء الصناعي بيحول قصص المستخدم أو مواصفات المنتج بيحولها لوجهة تنفيذية كاملة من غير الحاجة إلى كتابة أكواد ولكن النهاردة إحنا جايين نتكلم عن Runner H هو نجم فيديو اليوم وكيل رقمي بينفذ الأوامر ما بيكتفيش بتقديم الاقتراحات يلا بينا نجرب هذه الأداة مع بعض حابة بس أقول لكم أن الموضوع النهاردة حيكون مختلف شوية أنا بكتشف معكم الأداة لأول مرة في حاجات حتلاقوني كده وانا بشرحها وصلتلها يعني زي ترايلاند ايرور كده يعني فيه جزء مثلا ما بنعرفش نوصله أبتدي أجرب معاكم حاجة تانية في الآخر خلص أوصل للنتيجة الصحيحة وهكذا خليكم معايا النهاردة أنا بشتغل عليه لأول مرة وبجربه معاكم كأني بجربه لايف حوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجع لكم مرة تانية علشان نبص بصة سريعة على رانر ايتش ونبص على الوجهة بتاعته من خلال الرابط اللي حطولك في الوصف أسفل الفيديو اتفقنا أن رانر ايتش هو عبارة عن AI agent بيعمل لك automation لأي حاجة أنت عايزها بيقدر يدور لك عبر الانترنت على مجموعة من المطاعم مثلا ويبتدي أنه يحجز لك هو نفس الفكرة بتاعت منوس وفكرة جينس بار كي آي ولكن هنا زي ما قلتلك أنت حتى الآن تقدر تستخدمه بشكل مجاني وتجربه والجميل فيه كمان الجزء المتعلق بالconnections لو رحت للconnections هتلاقي فيه إمكانية أن أنت تتكوننكت بجوجل docs بجوجل كالندر بجوجل درايف بجيميل بنوشن بجوجل شيت وتبتدي أن أنت تطلب منه ينفذ لك مهام معينة مع الconnected applications اللي أنت هتبتدي أن أنت تتواصل معهم من الحاجات مثلا المفيدة جدا هي الجيميل ممكن أن أنت تدي له connection للجيميل ما أعطيته الاثوريتي وبالتالي يقدر أنه هو يخليني أستعرض الإيميلات بتاعتي من خلاله وأشوف إيه المهم وأرد عليه فالجزء المتعلق بالجيميل من الحاجات اللي أنا شايفة أن أنا ممكن أستفيد بيها أيضا الCreate والEdit والManage جوجل Docs لو أنت بتستخدم جوجل Docs أو جوجل Sheets أو جوجل Calendar أو جوجل Drive بشكل عام وNotion من الApplications اللي الناس كتير جداً بتستخدمها وسلاك أيضا تعال نبص على الRun علشان نشوف إيه اللي ممكن إحنا نعمل واجهة زيها زي أي واجهة خاصة بالشاتبوت زي ما إحنا شايفين لكن زي ما قلت لك هو مش مجرد شاتبوت عادي لو أنت عايز تبص على الديمو الخاص بإزاي بيشتغل في إمكانية أنت ترفع ملفات من خلال الAttachment أو الUpload Files وجزء المتعلق بإنت عايز يعني قد إيه هو يكون Involved في الشات بتاعك هل Highly Involved ولا Moderately Involved ولا Fully Automated ممكن مثلا تختار Fully Automated لو أنت حابب وهنا في الحالة دي أنت بتقوله اعمل Automation Five rounds remaining هتستخدمهم بشكل مجاني زي ما قلت لك لسه ما فيش بيت بلان ظهرة بيقول لك Coming soon هو بس إيه سايبه كده الناس تجربه وتشوف الcapabilities بتاعته عاملة إزاي فهنا ممكن أن أقول An email To وحط الإيميل حط الإيميل الخاص بي To inform that he need that she need to follow up مثلا with the doctor today at 7 بي ام هنا أنا حابعت الإيميل لي عشان مبعتوش لحد تاني فقلت له send an email to حطيته ال address علشان تأكد إن في follow up with the doctor at 7pm وحبتدي إن أنا أدوس enter طبعا إنت تقدر تبعت email اللي إنت عايزه تقدر تقوله دور على آخر اتنين email ورد عليهم بتأكد بس إن كل حاجة مضبوطة في email بتاعك ونتم عملية connection هنا بيبتدي فكر هنا قال لي sending email تم بنجاح with ID وعطاني ال ID لو أنا رحت لي ال email تعالوا كده نروح لل email Dear Marwa This is friendly reminder that you need to follow up with your doctor at 7pm please ensure that you have all the necessary documentation and any question might want to ask prepared for your appointment ال email بعد وكمان هو يعني جود من عنده ما تنسيش documentation لو عندك أي أوراق عندك أي أسئلة حضريها قبل المعاد فعطاني كمان ال subject follow up today at 7pm زي ما احنا شايفين تعالوا نشوف مثال آخر تعالوا نجرب الموضوع بشكل مختلف شوية أنا هنا هعمل mention لل tools حبتدي أقول add وفي الحالة دي أنا حبتدي mention tools اللي أنا لسه مستخدم هو Gmail وال server H Gmail عشان أنا عملة connection به وهنا mention tool اللي أنا عايزاها وهنا هقول search for the job offers as marketing manager real estate sector وحبتدي أن أنا أقول على n-website بالضبط اديني كل details عن كل شغلانا company name location هل هي remote or full time salary اللينك اللي أنا ممكن أقدم من خلاله وحط كل الكلام ده في excel sheet وبعد كده هبتدي هخلي على moderate وهبتدي أدوس run هنا هيبتدي يفتح life زي ما احنا شايفين هنا object هو كاتب search for the job offers as marketing manager وهنا هيبتدي يدور في indeed بيوت مع أن أنا أيلاله indeed بس بس هو يدور في بيوت يعني زي ما انتوا شايفين أنا حددتله دور فين يعني مش عارفة بصراحة حتة دي غريبة شوية لأن المفترض أنه يدور في اللي أنا قلتله عليه لا هو بيدور في indeed and other websites بس مفيش مشكلة المفروض بأن هو يطلع لي الحاجات اللي طلقتها منه ويحطها لي في excel sheet هنا عطيني pdf بيقول لي أنا جمعت لك المعلومات كلها والexcel sheet هيحتوي على تمام وهنا أعطي لي useful links من المفترض بأن هو يديني الexcel sheet you can access this information formatted in an excel file that will enable you to easily review and utilize job please let me know if you need any additional modifications final answer based on bayou.com فين الكمبني واللوكيشن والمployment والسالري والاplicيشن أنا كنت عايزة بحطي الكلام ده كله في excel sheet these details can be compiled in an excel sheet for further use ولكن هو دور لي في حتة تانية خالص زي ما انتم شايفين ممكن أنا أعمل share عملت حل كده أعطيته access على google sheets لأن هو ما بيدي نيش sheet كامل فعملت له يعني خليته يعملي access على google sheets وحبتدي أن أنا أطلب منه نفس الطلب مرة تانية حبتدي أروح لrun أعمل mention لgoogle sheets وسيرفر etch ونشوف هتديله search for the web offers وابتدي أدوس enter ونشوف إحنا بنكتشف مع بعض أنا بصراحة لسه بجربه معاكم يعني ما جربتوش من قبل فحبا أن أنا أشوف كده يعني معاكم خطوة بخطوة إيه الحاجة اللي ممكن توقف معنا ونحلها مع بعض فأعتقد أن أنا لو من شام google sheets ممكن يعملي ال sheet بتاع excel هنشوف دلوقتي مع بعض بيدور live زي ما انتم شايفين serve server h web agent على indeed أخيرا معرش ولي في الأول ما كانش فاهم أن أنا بقول indeed دخل على link لأن لأن في بعض الوظائف طبعا هو بيجيب apply for ممكن يكون بيجيب اللينك اللينك ممكن تكون على linkedin فيعني هو بيقعد يدور زي ما انتم شايفين بيوت وفي كذا website بيروح لهم بنavigate لwebsite ومن website لwebsite أنت بتشوف live كل حاجة هنستنى لحد ما يخلص عملية search وجمع المعلومات دي كلها المفروض أن هو ياخدها يحطها في google spreadsheet والمفروض أن أنا في connection عملة connect ب google sheets وحنشوف دلوقتي النتيجة تم الانتهاء من عملية البحث هنا أعطيني the spreadsheet includes the following وعطيني الحاجة اللي هتكون موجودة في spreadsheet وعطيني link to the spreadsheet وقادي link to spreadsheet عشان عملة access على google sheet فعطاني اللي أنا بدور عليه job title والapplication والpost date زي ما إحنا شايفين يبقى إذن هنا النقطة كانت متعلقة بإيه هنا النقطة كانت متعلقة بإن أنا أعمل connect دي spreadsheet زي ما انتم شايفين هنا حتمانشن البروزر كأداة وحتمانشن كمان spreadsheet وحيبتدي أنه هو يديك link spreadsheet هيفتح عندك على google sheets يبقى كده اكتشفنا مع بعض المشكلة كانت فين ده بالنسبة لي موقع النهاردة أنا حاول تجربوا معكم بشكل عملي لسه أول مرة بجربوا حبيت أن أنا أطلع كده أقول لكم عليه واشوف كم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وكل عام وحضراتكم بخير اتمنى أسمع رأيكم في التعليقات أنتم ترجمة نانسي قنقر